هذا وتشهد مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكة إقبالاً كبيراً لتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا نعم حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم حتى مساء يوم أمس الثلاثاء أكثر من مليون ومئتين وثلاثة وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئتين وستة عشر ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة واربعة وسبعين ألف شخص